يعني كل يوم التاني نتكلم اكيد ان كرة القدم لغزم يحنش عارفين نديره ازاي كل يوم التاني يقولك كيف تنهض الكرة المصرية كل يوم التاني مع كل انتخابات يقولك ما هو المطلوب من مجلس الادارة الجديد مطلوب ايه يعمل زي العالم احنا لسه بنتكلم في لجنة الاندية ولسه بنتكلم في السلمة المالية ولسه بنتكلم في الشفافية ولسه بنتكلم يعني هو العالم يشتغل الزمن يشتغل زيه مش عايزين يعني انت داخل الامتحاد بالتابلت بس انت مش عايز تنجع عايز اقولك انه السنة الجاية اتحاد الكرة المصر يحتافل بمرور مئة سنة على تأسيسه يعني احنا عايزين ندخل اللعبة مصر لسه وعايزين نشوف تنظيمها وعايزين نشوف مصاباتها طب اقولك حاجات اللي احنا بنحتافل بيه بمئة سنة على تأسيس الاتحاد المصر ارجع وشتغل زي مش حاولك من ثان خمسين ثان على قديم وقوي انما جديده بتاعنا ده اللي هو رافض كل شيء حوالينا وماشيين لصالح يعني المصالح الفردية فقط بتحكم كل سياساتنا وكل قناعتنا وكل في اي اتجاه وانا مش شايف ان الفطرة الجاية حن يا رب اطلع غلطان يا رب الفطرة الجاية نشوف اتحاد ايا كان مين اللي حيقوده لان التغيير اسمها مش المهم التغيير السياسات هي المهمة والافكار ها حقيقة الافكار مربوطة باشخاص بس برضو هل الاشخاص عمدها رغبة غير سياساتها ولا لا دي مهمة جدا الموضوع سهل لللي عايز الموضوع سهل لكن الحلقة صعبة الحلقة